في اليوم التالي التقى يلدز بامير في حي اندر القديم المرأة تكفب وتستخدم الرجل كحماية يمد يده الى خياط مسن وزوجته منذ عشرين عاما يتعلم عن الشائعات حول اندروكيا مصطفى يأخذ غرفة في حي زينب يلتقي الامير مصطفى دون ان يعرف منه يتم الضغط على مصطفى من قبل رجال لديهم ديون قمار في اللحظة التي يلتقي فيها بامير يأتي كانر ويذكر ان اندر يمكنه فعل اي شيء لهزيمة يلبس يستمع مصطفى الى هذه المسألة باذنيه ويخبر كانر بعد العمل انه بحاجة الى اخبار هويته والتحدث الى اخده اندر انه لا يقبل ان تكون وظيفة نسليهان رد فعل على كايا هليت لا يريد الذهاب الى دعوة القنصلية ويطلب من اندر المغادرة يذهب النجم الى الشركة ويعني انه يعرف عن مضيه وجد منزله القديم يصاب اندر بالذعر ويسأل كايا عما اذا كانت قد قالت اي شيء عنهم يتحدث الى تولين في الشركة ويحاول الحصول على معلومات حول الحبيب السابق لكن اندر تمكن بالفعل من اسكات تولين مقابل نفقات تعليم ابن افيه تشير تولين الى انها غير مرتاحة لان يلدز يأتي الى الشركة كثيرا عندما يعود هليت الى المنزل في المساء يغضب من زوجته في لحظة نادرة من الذعر اخبر شقيقه ان لديه طفلا اخر انه اعطاه لممرضة عندما كان صغيرا جدا وكسر ثم ذهب الى الممرضة وحاول العثور على الطفل لم تقل المرأة اي شيء والان يبكي قائلا ان الممرضة ماتت تخبر كايا انها عندما سافرت الى الخارج ادركت انها حامل عندما وجدت المال للاجهاض كان الاوان قد فات كان عليها ان تلد الطفل تتجادل زيرين اسومان مع السيدة من اجل المهر والسلع المنزلية ثم يمرض ويذهب الى المستشفى عندما لا تريد اليهان ارسال اختها الى المنزل بمفردها تعود زيرين الى المنزل ومعها الكثير من الامتع اخبر مصطفى اندر ان يلدز هو والده لكن زينب ليست والده لقد قتلها النجم لا يعرف هذه الحقيقة ايضا عندما يتصل اندر يلدز ويقول هذه الاشياء تشعر المرأة بالارتداء يصفع اندر ويأخذ نفسا بجانب والدته في ذلك الوقت ذهب المصطفى الى الشركة واخبر زينب بالحقيقة تغضب زينب وتواجه والدتها وتصرخ اندر يذهب الى هليت ويخبر الاحداث المشوهة بالطبع يقامر مصطفى بالمال الذي يحصل عليه من اندر تأتي الشركة امامه مرة اخرى وتهدد هليت يقوم هليت باختار الشرطة ويجعل سيارة الشرطة تنتظر امام منزل اسومان يخبر هليت اسومان انه سيرسل بعض المال لانه يريد نجما تقضي زهرة وكانير اللتان تشربان كثيرا بدعوة من زينب واليهان الليلة معا يفكرون في البقاء اصدقاء لكنهم يدأون في البحث عن بعضهم البعض ويأتين لتناول القهوة والعشاء تذهب زهرة وكانير الى السينما لكن هناك يواجهان امير وليل يحاولون عدم اظهار ذلك تأتي كايا الى منزل اندر لتناول العشاء يقضون الليلة معا في هذا الوقت تموت والدة صبي يدعي اوشية وتترك رسالة تخبره انها ليست والدتها تقول الرسالة ان والدته نادرة وهناك ايضا صورة الطفل يغضب جدا في صباح اليوم التالي جاء مصطفى الى القصر حاملا مسدسا في يده يتم تحييد مصطفى اثناء المشاجرة لكن البندقية تنفاجر في ذلك الوقت تم اطلاق النار على الشخص القادم من الخلف الجميع قلق وخائف للغاية بعد راحة اندركايا بشأن اختبار الحمض النووي تصبح غير مستقرة للغاية عندما يقبلها رجل من بين ذكريات اندر نشاهد اللحظة التي تمكنت فيها فقط من العثور على المال للاجهاض واكتشفت ان الطبيب لن يكون قادرا على استحاب طفلها ديسمبر كانر انها لا تحب حالة اختها كثيرا من ناحية اخرى لا تزال زينب تشق في الفتاة على الرغم من ايماءة مجوهرات اليف كما تدعمه اخته السيدة اسمان ضغط اجنتك واليهان لحفل الزفاف من ناحية اخرى اخبر اليهان زينب اننا سنتزوج في غضون من اثنين الى ثلاث سنوات ولا داعي للإسراع فالفتاة تنهار الاصدقاء الذكور يضغطون على هاكان يعود اصدقاء هاليت الى المنزل في المساء يعلق النجم في محادثات حول الفن في بعض الاحيان ينتقد كما لو كان يعرف عندما يقول انه يعرف شخصا مشهورا يطلب منهم تنظيم وجبة ثم يحاول النجم التخلص من الحادث يذهب كايا الاندر للتحدث مرة اخرى يصر على ان اريم ليس لديه ابد تدعو كايا اندر لتناول العشاء هذه المرة لكن المرأة لا تقبل عندما يذهب اريم الى الشركة يشرب عصير الليمون في غرفة كايا طرق لوضع كأس الصخرة على المحك تضطر زينب للذهاب الى افتتاح مجموعة اليف تشعر اليف بالارتداك قليلا عند الافتتاح تقول اليف انها ستسافر الى الخارج لمدة عشر ايام ثم اخبرت اليهان زينب انها ستذهب الى المعرض في الصين لمدة عشر ايام ولكن عندما يكتشف انها كان لا يعرف عن هذا ايضا يصبح غير مرتاح اكثر يعتقد ان الاثنين سيذهبان معا امرأة تدعن زيهان يمكنها منحهم الترويج للشركة التي تعمل بها في تركيا لكنها في المقابل تريد من كايا وثلاثة منهم تناول العشاء اندر لا يريد ذلك حقا لكن كايا توافق على الفور لا احد يأتي لتناول العشاء اتضح ان كايا خططت لتناول العشاء مع اندر يأخذ عنوان اندر من يلدز تولين عندما حصل على وظيفة لأول مرة ويذهب الى هناك لكنه لا يجد الكثير يخبر يلدز زينب ان علي هانا مع فتاة اخرى في المنزل الذي استأجروه للتو عندما تعود زينب الى المنزل مع يلدز تلتقي بالاستعدادات لحفل الزفاف ثم يتم الاحتفال بالزفاف لا يظهر ابن اريم كايا في اختبار الحمض النووي اندر الذي يعرف عن الاختبار يغضب بشدة من كايا لدينا ممنوع ابول معلومات الفيديو قد انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات تلتقي بالاستعدادات الفيديو قد انتهت هناك تلتقي بالاستعدادات الفيديو قد انتهت هناك